اشتركوا في القناة في المناطق الوسطى وكذا الشرقية للبلاد على السواحل وعلى المناطق الداخلية ننتظر أيضا تولود ستكون على المرتفعة تبديد من ألف متر وسماء ملبدة على الأطلس السحراوي أما بالنسبة لباقي المناطق الجنوبية أجواء الصفية ومشمسة نجوز مشاهدين نجفو درجة الحرارة الدنيا المرتقبة لصابحة الغد إذن دائما جو بارد درجة واحدة تحت الصفر من جهة البيض المسرية والنعامة درجة الصفر على الجلفة درجة واحدة على باتناتل درجة على القسنطينة الرابعة عموما على كل المناطق الداخلية الوسطى خمس درجة على تلمسان ستة مجهة وهرا واحدة على العاصمة توصل تمانية على القالة على سكيك داعنابا وكذلك نفس المقياس رح يكون على منطقة الواحد تسع درجة على غردايا في وسط سحراء خمسة في إليزيوين أميناس ربعة في جانيت ستة فيتا من راسة عشر في أدرار وثلتاش في أقصى الجنوب الجزائري أما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة الثلغد مشاهدنا دائما جو غير مستقر متقلب على كل المناطق الشمالية سماء مغيمة على المناطق الساحلية كذلك مغيمة إلى ملابدع المناطق الداخلية ننتظر أمطار خاصة أقول تكون أكثر غزارة على المناطق الوسطى وكذا الشرقية وأيضا مناطق الداخلية الغربية والوسطى وحتى على الهدى بالعليا أقول الشرقية ننتظر أيضا تولوج على المرتفعات ابتداء من ألف متر على سبيل المثال جبل جرجرة جبل الشريعة وحتى على المناطق الداخلية الشرقية من جهة باتنا سطيف وحتى على أملب واقي أما بالنسبة للجنوب الكبير أجواء صافية ومشمسة وزهوة بعراملية في الموعد على السحراء الوسطى دائما بفعل الرياح تكون قوية محاليا فالحذر مطلوب أما بالنسبة لدرجات الحرارة القسوة المرتقبة لظاهرة الغد مشاهدنا إذن توصل خمس درجات من جهة باتنا خنش لأريس وسطيف ست على الجلفة سبعة على البيض مشرية ونعم وعين الصفرات وصلت من يعلق السنطينة عشرة على تيزيوزو وعلى البويرة حداش على كل المدن أو المناطق الداخلية الغربية ناشن درجة على العاصمة تلتاش من جهة وهرن ربعتاش على غردية نفس المقياس رح يكون على الواحد واحدة على كل أسواحي للشرقية مجهة عنها باسكيكدا بجاية واحدة على القالة خنستاش رح تكون على الثورة نسجلو 19 درجة في عين صالح في تيميمون واناكور ونفس المقياس بن عباس واتب البلد وصل عشرين درجة على التين دوف على إليزي وعاميناس وعلى مرتفعات الهقر وعلى 24 في أدرار و29 في أقصى الجنوب بلد وزايل على البرج بجي مختار عند الزامعين الزباوتين زواطين أما بالنسبة للملاحة والصيدة للبحر لنهر الغد بحول الله عموما رح يكون مضطارب على طول الشريطة الساحلية من مرسى بن مهيدي أقول حتى لتنس سرعة رياح توصل إلى 40 كم في ساعة وكذلك من تنس حتى أو من دلس حتى للعوانة ومن تنس حتى لدلس 30 كم في ساعة أيضا قليل إطراب على هات السواحل ومطارب جدا من العوانة حتى للقالة سرعة رياح توصل حتى 50 كم في ساعة هات الرياح عموما رح تكون أقول شمالية غربية من مرسى بن مهيدي حتى للقالة ومنع كل سواحل الجزائرية نختمها مشاهدنا كالعادة بمعنواة الفلكية أيضا لنهاء الغد الأحد لتفغية ألفين وتسعة الشرق والغروب على العاصمة وضواحيها نبقى لنقولكم شكرا على حسن الإصغائي والمتابعة وإلى اللقاء